بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداء لهم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد ودرس الليلة هو استكمال لدرس الأسبوع الذي مضى في الباب الذي عنون له المؤلف بقوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وكان الحديث قد جرى على بعض الآيات التي استدل بها المؤلف من كتاب الله عز وجل والتي تدل على أن دعاء غير الله عز وجل شرك لأن الدعاء عبادة والدعاء والعبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى ولكن المؤلف قد جعل باب للاستغاثة بمفرده والاستغاثة تكون لكشف الكرب فإن المشتغيث هو الذي عليه كرب وطلبوا كشف الكرب حتى المشركين يلجأون إلى الله فيها لأن النفوس في حال الكرب يزول عنها غشاوة الشرك عند كثير من الناس فيلجأون إلى الله سبحانه وتعالى ولذا كان حال المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله أنهم إذا ألم بهم كرب شديد وخاصة إذا ركبوا في الفلك في البحر وأيقنوا بالهلاك أخلصوا الاستغاثة لله سبحانه وتعالى لكنهم إذا خرجوا إلى البر وسلموا من هذه الكربة فإنهم يرجعون إلى عادتهم وهي عبادة الأصنام وليس عندهم من حج فيما يتعلق بعبادة الأصنام إلا أنهم وجدوا آباءهم عليها فهم يقلدون لآبائهم مع اعترافهم بأن الذي يكشف الكرب ويرفع الضر وأن الذي يخلق الكون ويدبر الكون هو الله سبحانه وتعالى وإنما يريدون من معبوداتهم الشفاعة والاستغاثة ولهذا ذكر المؤلف طرفا من الآيات الكريمات وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل لأن بطلان عبادة المشركين للأصنام والآلهة كثيرة في كتاب الله ولأن عبادة الأصنام والآلهة قضية متجذرة في الأمم من زمن نوح وإلى زمننا هذا وإلى يوم القيامة فإن هذه الأصنام قد أضلت كثيرا من الخلق وأشرنا إلى ما ذكره الشارح بأن المؤلف لما عطف الدعاء على الاستغاثة فهو من باب عطف العام على الخاص والعطف أحيان يأتي من عطف العام على الخاص وأحيان يأتي من عطف الخاص على العام وهذا العطف للدلالة على أهمية هذا الأمر الذي يتكلم عليه الذي جاء العطف بالتذكير به مع أنه داخل في الحكم السابق لكن من باب زيادة الاهتمام بهذا الأمر وذكرنا أن الدعاء ينقسم إلى أربعة أقسام دعاء وطلب من الله سبحانه وتعالى ودعاء وطلب من غير الله سبحانه وتعالى وأن هذا المطلوب من غير الله عز وجل فإن المطلوب قد يكون من شخص يقدر على الطلب وحاضر عند الطالب يكون الشخص يقدر على الطلب وحاضر عند الطالب فهذا لا حرج فيه أن تطلب من شخص شيئاً وهو يستطيعه وهو حاضر عندك فإن هذا من الأسباب الظاهرة وممارسة الأسباب الظاهرة مطلوب شرعاً وليس للشرك فيه مدخل إلا أن تعلق قلبه بالسبب لو تعلق قلبه بالسبب وظن أن السبب يستقل بالفعل من غير رده إلى إرادة الله وقدرة الله فنعم هذا شرك لأن السبب مخلوق وهذا السبب تحت هيمنة الله عز وجل وإن أراد الله أن يعمل السبب أعمله وإن أراد أن يلغيه ألغاه المسألة الثانية أن يطلب من غائب ليس عنده فإن الغائب والميت في حكم واحد فإن الميت غائب عنك تحت الأرض وأما الغائب وهو على قيد الحياة فهو أيضاً غائب عنك وهذا الطلب غير المباشر لم يأتي في الأسباب البتة لم يأتي في الأسباب التي شرعها الله عز وجل والتي تعارف عليها الناس أن يطلب من غائب أو من ميت النوع الرابع أن تطلب من حاضر ما لا يقدر عليه كأن تطلب منه الشفاء أو إن جاب الولد أو إن زال المطر ونحو ذلك وهذه كلها لا يقدر عليها فهذا شرك لا شك في ذلك لأنه لا يقدر على هذا لا يقدر أن يجيبك بهذا الطلب وكنا ذكرنا ما يتعلق بأن الدعاء منه عبادة والمراد بالدعاء الذي هو عبادة هو الثناء على الله عز وجل وهذا الذي يسميه بعض العلماء دعاء عبادة ودعاء مسألة فدعاء العبادة أن تثني على الله عز وجل وكيف صار الثناء على الله عز وجل عبادة إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله كيف صار هذا دعاء كيف صار دعاء وهو ثناء لأنك تريد أجرا لأنك تريد من هذا أجرا تحصل عليه من الله عز وجل فاستواه والطلب لأنه متضمن للطلب فأنت لما تسبح وتذكر الله عز وجل ونحو ذلك من الأذكار فأنت تريد من الله شيء أن يحقق لك ما تريد وأن يكفر عنك من السيئات مقابل هذا الذكر فكأنك طلبت من الله عز وجل أن يعفو عنك وأن يغفر سيئاتك فصار فيه معنى المسألة وكذلك دعاء المسألة هو عبادة لما يقال دعاء عبادة لأنه ذكر محف وإلا في الحقيقة دعاء المسألة هو عبادة أيضا لأن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تدعوه ولأن دعاءك للمسألة الطلب هذا للمسألة فيه خضوع وذل لله سبحانه وتعالى وهذا جوهر العبادة فدعاء المسألة هو دعاء عبادة أيضا يعني دعاء المسمى ذكر محف وهو دعاء أيضا فكلها دعاء لكن دعاء العبادة أشرف لأنه ثناء على الله عز وجل فإن طلب الحاجات يطلب المسلم والكافر كل يطلب من الله المسلم والكافر لكن الثناء على الله عز وجل فهذا يعني في منزلة الرفيعة من العبادة ولهذا يقرر المؤلف هنا يذكر الآيات التي تبين بأنهم لا حجة لهم في الشرك الذين يشركون لا حجة لهم في الشرك وليس للمشرك حجة فيبين يعني أنتم لماذا تعلقتم بهذه المعبودات وهي لا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا ترزق ولا تصرف الكون ولا تملك موتاً ولا حياة وليس عندها جنة ولا نار ولا تعلم الغيب كل هذه الصفات هذه الصفات التي فيها تدل على ضعفها وعجزها وأنها لا يمكن أن تنفعهم بشيء فهو يلفت أنظارهم إلى هذه المسائل وهم ليس لهم حجة أبداً إلا التقليد أنهم وجدوا آباءهم وحجة ثانية وهي أن الشياطين تتلاعب بهم فتخاطبهم من الأضرحة ومن القبور فيظنون أن هذه روح الميت تكلمت معهم وأنها أجابت طلبهم ونحو ذلك وهذا كله من تسويل الشيطان لهم والتلاعب بهم ولهذا ذكر من الآيات في هذا قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وهل هم يسلمون أن المدع هذا لا ينفع ولا يضر نعم يقولون لا ينفع ولا يضر لكنه يتوسط عند من ينفع ويضر فهم يسلمون أن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى وهو مالك الضر والنفع طيب ما دور هذا الذي تعبدونه قالوا يتوسط لنا عند الله عز وجل نجعله واسطة بيننا وبين الله فهو يشفع لنا وإلا هم مسلمون بالقضية الأولى أنه لا ينفع ولا يضر إلا في الواسطة في الواسطة والشفاعة فعندهم في هذا لبس ويظنون أنه يقربهم إلى الله زلفة وأنه يشفع لهم وفي الحقيقة هو لا يقربهم إلى الله زلفة ولا يشفع لهم أولا لأنه قد انقطع عمله فهو لا يستطيع أن يدعو لنفسه يعني هو لا يستطيع أن يقول يا رب برفع درجتي في الجنة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كله من الضلال ومن الجهل بالأدلة مجرد أوهام عندهم الأمر الثاني أنه أصلا لا يسمع منك خاصة الذين يخاطفونهم من بعيد وغير ذلك فإنه لا يسمع منك ولا يدري عنك لكن المشركين الذين يستغيثون بالأموات عندهم أوهام أن هذا الشخص أعطاه الله كرامات ومن هذه الكرامات أنه يفهم اللغات ويفهم الحاجات وهذا كله كذب وضلال ليس عليه دليل ألبتة وإنما أكاذيب يذكرونها ويروجون لها ولا أصلا لا ولهذا إذا سألتهم في مسألة فقهية في الوضوء أو في غيره قالوا الدليل عليها كذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يعرفون أن أي حكم شرعي لا بد لهم من دليل إما من القرآن أو من السن طيب في هذه القضايا العظيمة المتعلقة بعبادة الله عز وجل ما دليلكم ما هو الدليل ولماذا الرسول صلى الله عليه وسلم حارب المشركين واستحل دماءهم لماذا وهم يفعلون نفس هذا الفعل هو الاستغاذة بالأموات والصالحين هذا الذي يفعلونه ليس هناك فرق ولهذا قال وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَظُرَّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وهذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يقع منه فعل ذلك فإنه يكون من الظالمين والظلم هنا هو الشرك إن الشرك لظلم عظيم فلو دعى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول لو دعى غير الله فإنه يكون من الظالمين فهذا عبر لنا إذا كان الخطاب هذا يوجه للرسول فكيف نحن إذا كان الرسول لو فعل ذلك وقع في الشرك فكيف نحن فدل على أنه لا يدعى غير الله البتة فيما لا يستطيعه ولا يقدر عليه وقال أيضا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وهذا حصر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم إذن أنت لما تدعو وتريد الواسطة فإنه لا يكشف ضرك إلا الله عز وجل فلماذا تترك الله تتوجه إلى غيره ما دام أنه هو الذي يكشف عنك الضر وما دام أنه إذا أرادك بخير فلا راد لفضل لا يمنع عنك هذا الفضل ألبت فأنت حاجاتك كل حاجاتك متعلقة بالله سبحانه وتعالى من دفع الشر أو إرادة الخير فلماذا تصرف وجهك عنه سبحانه وتعالى إلى غيره الحجة الشيطانية التي عندهم هي قياس الخالق على المخلوق يقولون إن ملوك الدنيا يحتاجون إلى الوزراء يتوسطون عندهم وإلى المحبوبين عندهم يتوسطون عندهم فكذلك نحن نبحث عن المحبوبين عند الله فنتوسط بهم إذن هو قياس يقيسون مالك السماوات والأرض وما بينهما يقيسون على ملوك الدنيا وهذا لا يجوز لا يجوز أن تقيس المخلوق على الخالق أو الخالق على المخلوق ما فيه هو الشبه ملوك الدنيا لا يعلمون بحاجة المحتاج حتى يأتيهم من يخبرهم ملوك الدنيا لا يقبلون من كل أحد ولا يدخل عليهم إلا القليل ملوك الدنيا رحمتهم ليست كاملة فهم يختلفون كيف تقيس الإنسان الضعيف الناقص على العزيز الحكيم الله يعلم بك أنت في أي مكان يعلم بمشكلاتك يسمع دعائك فرجه سريع لا يحتاج أن يخبره أحد عنك ويقول هذا ألمت به مصيبة وهو لا يعلمها هذا كل لا طيب يقول فأين الشفاعة؟ أليس الرسول عليه السلام يشفع يوم القيامة ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون؟ نعم هذه الشفاعة هي أصلا ملك لله عز وجل الشفاعة لله هو يأذن لمن يشاء بشروط يأذن لمن يشاء أن يشفع بشروط الشرط الأول أن يكون المأذون له موحد لا بد أن يكون موحد أي شخص عنده شرك فما تنفعهم شفاعة الشابعي ولهذا لا تصلح شفاعة في مشرك ألبت لا تصلح شفاعة تدخله الجنة هذا ما يمكن مستحيل لأن الجنة محرمة على المشركين فمهما كان ولهذا نوح عليه السلام لا يستطيع أن يشفع في ابنه لدخول الجنة فهل أنت أقرب إلى نوح من ابنه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع في عمه أبي طالب أن يدخل الجنة فهل أنت أقرب إليه من عمه؟ إبراهيم عليه السلام لا يستطيع أن يشفع في والده ليدخل الجنة فهل أنت أقرب من والده؟ لأن شرط الشفاعة هنا غير موجود وهو أنه غير موحد فما دام إنه غير موحد فإنه لا يشفع فيه الأمر الثاني لا بد أن يأذن الله للشافع أن يشفع لأن الله ليس له مكره ولا يقاس على الخلق ملوك الدنيا تدخل عليه وهو ما يعلم بالقضية ثم تقول أنا شابع في فلان وهو لا يعلم بالقضية لكن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل عند الله عز وجل فهو العليم بكل شيء فلا بد أن تستاذن في الشفاعة وانظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كيف يذهب ويسجد تحت العرش ويستاذن الله في الشفاعة ولا يشفع ولا يقدم شفاعته حتى يقال له ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع فلما يؤذن له فإنه يشفع فمن قال لك أن أصحاب هؤلاء القبور يشفعون لك وإن كانوا أنبياء من قال لك هذا ولماذا أعرض الأنبياء جميعا عن الطلب من السابقين لهم من الأنبياء ما في نبي تشفع بنبي ما في نبي تشفع بنبي وهم يعلمون ما كانت بعضهم ويعلمون أنهم من أفضل عباد الله الصالحين ولا تشفعوا بملائكة ولا حصل هذا البتة إطلاقا وإنما الشفاعة تطلب من الله ولهذا لا يجوز لك أن تذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله اشفع لي هذا لا يجوز الطلب هذا لا يجوز بإجماع المسلمين ما حصل أحد من الصحابة أنه ذهب إلى قبره وقال يا رسول الله اشفع لي بعد وفاته ما حصل البتة بل عائشة سكنت سنين بجوار القبر لأن القبر كان في غرفتها وجالس السنين في هذا القبر ولا خاطبت الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة تطلب منه أن يشفع له أو تسأله في مسألة أو تشكو إليه شيء إطلاقا حصلت حروب صار لها فيها دور حصلت مشكلات أشياء كثيرة ما تكلمت في هذا بشيء لأنها تعلم أنه بعد الوفاء حاله يختلف تماما عن حال الحياة فلا تستأذنه في شيء ولا تسأله عن شيء ولا تطلب منه شيء البتة لأن حال البرزق غير حال الحياة تماما وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات الذين يسمونهم أولياء وحتى ولو كانوا أولياء بعضهم ما أحد يدري هو ولي ولا ما هو ولي لأن هذا أمر غيبي فإن الولي إما أن يكون نبي أو شهد له النبي أنه ولي وأنه من الصالحين وأنه من أهل الجنة أما غير ذلك فيرجى له ويظن فيه ذلك لكن لا تجزم ولا تقطع ما لم يرد نص من الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من أهل الجنة فلا تقطع له من أهل الجنة والولي هو الذي يكون من أهل الجنة فلا تقطع لشخص بأنه من أهل الجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم العشر المبشرين بالجنة شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بيعة الرضوان شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذين حضروا موقعة بدر من المسلمين قبل ذلك شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم من الجنة أشخاص من الصحابة بأعيانهم شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة ما عداهم تقول نرجو لهم خير من العلماء والمحدثين والأئمة تقول نرجو لهم الخير لكن لا نجزم ولا نقطع أن هذا الشخص من أهل الجنة وبالتالي ما يعنيك أنت لا تتعلق بالناس لأن هذا ولي ولا ما هو ولي ما ينبني عليه حكم ما ينبني عليه حكم لكن الذي نعلمه يقينا بأن فيه أشخاص مشهود لهم مثل حمزة سيد الشهداء شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة مثل الثلاثة الأمراء الذين في موقعة مؤتة شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ومع هذا ما تعلق المسلمون بقبورهم أين قبر جعفر الطيار؟ أين قبر عبد الله بن رواحة؟ أين قبور الصحابة؟ لأن ما يتعلق بها أحكام لو كان يتعلق بقبور الصحابة المشهود لهم بالجنة يتعلق بها أحكام كان وجدتم الصحابة بنوا عليها بنا وحددوا أمكنتها لأنهم يحتاجون يستغيثون بها فهم ما بحثوا عنها من أين يموت الإنسان يدفنونه في المكان الذي هو به ولا يدرع عن قبره لأنه لا يتعلق به أحكام بعد ذلك لأن حتى زيارة القبور ماهد الصلحاء يعني أنت لست مكلف أن تزور قبور الأولياء والصالحين ما أنت مكلف وإنما أنت مسنون لك أن تزور القبور أي قبر لأن الهدف من زيارة القبر هو الاتعاذ بالموت تعلم أن هذا إنسان مات وخرج من هذه الحياة الدنيا فأنت لأجل الاتعاذ وليس لأجل صلاحه صلاحه ما له علاقة بزيارة صلاحه هو لا علاقة له بزيارتك ألبت وإنما وإن كان من قبور المسلمين فإنك تستغفر له إن كان من قبور الكافرين فإنك تعتبر بالموت هذا إنسان كلفه الله عز وجل بالعبادة وها هو ميت وما قام بما أوجب الله عز وجل عليه فتخشى أن يكون لأنك ما عندك ضمان القلوب قلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن فأنت ما عندك ضمان فتخشى أن تكون مثل حاله ولهذا دائم تدعو الله أن يثبت قلبك على دينه وأن لا تموت على غير الإسلام فأنت تعتبر بهذا وتذكرك الموت ولهذا قال فإن تذكركم الآخرة أو تذكركم الموت وكلها حاصل فهي تذكر الموت وتذكر الآخرة فإن القبر أول طريقة الآخرة فهي تذكر بذلك لكن انظروا كيف أن الصحابة ما كانوا يبحثون عن هذه القبور ولا يلتفتون إليها لأنها لا تتعلق بها أحكام فانظروا الذين الآن يبحثون عن الأضرحة عند الأولياء لو كان الصحابة عندهم في ذلك الوقت كيف يصرعون لهم ما يموت صحابه إلا وحطوا على قبره ضريح وجلسوا عنده وبنوا مسجد على قبره وهذا فعل اليهود والنصارى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته يقول ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني يصلون عندها ويدعون ونحو ذلك ويتخشعون والعبادة تكون خالصة لله ما علاقة صاحب القبر بالعبادة لماذا تشركه فيما تقدمه لله سبحانه وتعالى أنت تعبد الله في أي مكان إلا هذا المكان فليس يشرع لك أن تتعبد عنده بهذه الكفية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم يعني ما في أحد يملك لك المغفرة إلا الله سبحانه وتعالى ما يؤثر في المغفرة إلا الله هو الذي يغفر لك وغيره لا يغفر لك وهو الرحيم انتبه يعني أرحم من غيره هو الرحيم الذي رحمته كاملة فكيف تتوجه إلى من رحمته فيها نقص لو علم بك فرحمته ليست كرحمة الله عز وجل فعليك بالغفور الرحيم وقال سبحانه وتعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزق والرزق هذا يشمل الرزق الذي تأكله وتشربه ويشمل أعمالك فإن أعمالك رزق لك التوفيق للهداية هذا رزق رزقك الله الهداية الصبر رزق رزقك الله به فالذي يملك لك هذا الرزق سواء الحسي أو المعنوي فهو الله سبحانه وتعالى لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون فإن المرجع له سبحانه وتعالى فإذن هم لا يملكون هذه الأشياء وأنت تريد الرزق بأنواعه كل هذا الرزق عند الله عز وجل فما قيمة هؤلاء ما لهم عند قيمة إلا أنك تحبهم في الله إن كانوا ملحب الطاعة تحبهم لأجل الله عز وجل وهذه المحبة لا تفرض عليك أن تعمل تقدم شيئا من أعمالك لهم ثم قال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عند دعائهم غافلون انظروا كيف ومن أضل يعني ما في أحد بلغ الظلال هذه غاية الظلال غاية الظلال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عند دعائهم غافلون فتبين أن كل مدعو من دون الله عز وجل فهو غافل عن دعائك البت معنى ذلك أن دعائك ذهب سداء لا قيمة له وأن هذا غاية في الظلال يعني ما في أضل من هذا قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فإن الصلحاء والأولياء الذي يعبدهم المشركون يوم القيامة يعتبرونهم أعداء لأنهم وضعوا العبادة بغير موضعها وهم أحباب للمؤمنين لا للمشركين فهو يوم القيامة عدو لك لأنك على غير منهجه فهو ولي لله وأنت عدو لله والعياذ بالله إذا تقدمت بالعبادة لهم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يقولون نحن ما رضين بهذه العبادة ولن نرضاها نحن ما رضين بهذه العبادة ولن نرضاها ولهذا يتبرى عيسى من الذين عبدوه من النصارى يتبرى منهم يوم القيامة تتبرى مريم يتبرى كل ولي صالح من من عبده في الدنيا ولهذا ذكر الله عز وجل ما يحصل يوم القيامة فقال ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله يحشر الناس ويحشر المشركين مع من عبدوهم من دون الله فإن كان الذين عبدوهم من دون الله من من يرضى بالعبادة من الطواغيت فهذا يحشر معه بهيئته على حاله وإن كان من الصالحين الذي ما رضي بالعبادة فإنما يحشر معهم الشيطان الذي أمرهم بهذه العبادة يحشر معهم الشيطان الذي أمرهم بهذه العبادة لكنه يكون على صورة المعبود ولهذا في المحشر يقال كل يتبع من كان يعبد كل يتبع من كان يعبد فهؤلاء يتبعون الشياطين الذين أمروهم بعبادة الصالحين ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ظلوا السبيل قالوا سبحانك ماذا الذي يقول ذلك هؤلاء أهل الصلاح من الأولياء والأنبياء الذين عبدهم بعض البشر من دون الله عز وجل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر حتى نسوا الذكر يعني حتى نسوا الوحي الذي ذكرهم أن العبادة لا تكون إلا لله حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا ثم ذكر أيضا قول الله عز وجل أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أم من يجيب المضطر إذا دعاه هذا سؤال لهم جوابهم هنا يقولون ما فيه أحد ويكشف السوء عندهم ما فيه أحد ويجعلكم خلفاء الأرض ما فيه أحد فهم يسلمون بهذه الثلاث الذي يجيب المضطر والذي يكشف السوء والذي يجعلكم خلفاء الأرض يخلفوا بعضكم بعضا في الأرض فهذا كلها ينسبونها إلى الله طيب مدام اعترفتم على هذا يأتي الاستفسار الاستنكاري عليهم أإله مع الله مدام هذا كلها هذه كلها من الله عز وجل كيف تجعلون معه إله أإله مع الله قال هنا الشارح فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوا شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده وذكر هنا قول الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبثنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله يعني يعترفون ثم يحتج عليهم بما يعترفون به بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أي لا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون لا يعلمون إيش ما هم لا يعلمون الأولى لا يعني علمهم بهذه الحجج والبراهين لا يستوعبونها لا يعلمون علم صحيح ينفعهم فإن الله حال بينهم وبين أن يعلموا علما ينفعهم لحكمة أن يعلمها الله سبحانه وتعالى فإن هؤلاء على قلوبهم غشاوة ولأنهم أزاغوا فأزاغ الله قلوبهم وقال أيضا أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي لا هم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزعكم من السماء والأرض أي لا هم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يعني كل هذه الأشياء هم يعترفون أنها لله ثم يقول هل ممكن أن يكون معه إله إن كان هاتوا برهانكم في برهان عندكم ما فيه فدل على أنهم يشركون بغير برهان ثم ذكر بعد هذه الآيات الكريمات وغيرها في القرآن كثير كل في هذا المعنى ذكر الحديث الذي رواه الطبراني بإسناده أنه كان في جمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله طبعاً هذا الحديث رواه الطبراني بسنده هذا الحديث فيه كلام للعلماء بمعنى أنه لا يثبت لكنه فإذا كان لا يثبت لماذا جاء به المؤلف إذا كان الحديث فيه ضعف فلماذا جاء به المؤلف جاء به المؤلف لأن أصل الموضوع وهوه الاستغاثة بغير الله ثابت من غير هذا الحديث يعني عندهم من الأدلة المتكاثرة أن الاستغاثة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى لكن الذي يشكل على هذا في هذا الحديث أن الرسول عليه وسلم كان حاضر عندهم وحي وليس بعد وفاته يعني ما ذهبوا إلى قبر الرسول عليه وسلم يستغيثون به من هذا المنافق وإنما ذهبوا إليه وهو حي فهم يريدون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغيثهم من هذا المنافق الذي أتعبهم فكأنهم أرادوا منه مثلا أن يقتل هذا المنافق أن يقتل هذا المنافق أو يدعو الله أن يهلكه فيرتاحون من هذا المنافق فهذه قضية أخرى هذه يستطيعها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه يستطيعها الرسول صلى الله عليه وسلم فلماذا قال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله المراد بها العبارة يعني حماية جناب التوحيد يعني لا وهذا مثل ما في حديث ما شاء الله وشيد قال أجعلتني لله ندّا فإن العبارة لا بد أن يكون العبارة فيها أدب مع الله سبحانه وتعالى فهذا من حماية جناب التوحيد أنك لا تقول أستغيث بك وإنما تاتي بعبارة أفضل من هذا فهو من حماية جناب التوحيد ولهذا علق هنا قال في قرة عيون الموحدين وقرة عيون الموحدين هو شرح لكتاب التوحيد وهو كتاب جميل جدا وهو أخصر من فتح المجيد فتح المجيد أوسع من هذا فقال في قرة عيون الموحدين فلعله أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المنافقين أن يفعل بهم ما يستحقونه يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين فإن المنافق يستحق القتل إذا ثبت نفاقه المنافق يستحق القتل إذا ثبت نفاقه والمراد به النفاق الاعتقادي لأن النفاق ينقسم إلى قسمين نفاق اعتقادي ونفاق عملي أما النفاق العملي فهو الذي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر فهذه من علامات المنافقين وأما النفاق الاعتقادي فهو المكذب بالدين في باطنه لكنه يتظاهر بالإسلام أو الذي يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتظاهر بالإسلام أو يبغض هذا الدين وهو يتظاهر بالإسلام أو عنده كراهية لانتصار المسلمين ويريد أن ينتصر عليهم الكفار فهذا ما يأتي من مسلم يعني ما في مسلم يريد أن ينهزم المسلمون وينتصر الكفار إلا المنافق لأنه أصلا لا يحب هذا الدين أو لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لماذا لم يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين الذين كانوا في زمنه وهو يأتيه الوحي وبعضهم عرفه بعينه والوحي يأتيه أن هذا منافق فهناك أجوبة كثيرة والرسول صلى الله عليه وسلم علل للصحابة ببعضها يعني من أشهرها أنه لما طلب منه أن يقتل بعض المنافقين قال كيف إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابهم كيف إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابهم طيب هؤلاء لهم صحبة وهم ليسوا بمؤمنين لأن من شروط الصحبة أن يكون مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر الذي أمام الناس أنهم أصحاب لأن المنافق يخفي نفاقه فالناس يحكمون بالظاهر ونحن أمورنا أن نحكم بالظاهر فسوف يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابهم وهذا فيه فتح باب شر على سلامة منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى نزاهته وعدله لأنه في هذا الحال هو حاكم والحاكم لا يحكم إلا بالبينة والوحي لا شك أنه أعظم من البينة لكن الناس لا ينزل عليهم الوحي مصدره الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقى أن عند الناس أن محمد بدأ يقتل بعض أصحابه وربما فسروه تفسيرا خاطيا أنه لأغراض غير الدين فهذا يفتح باب شر على الشريعة وصاحبها ولهذا سد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الباب وعلّل به وقال كيف إذا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه فموضوع القتل وإقامة حد الرد على شخص يحتاج إلى بينة ظاهرة تشهد به وليست بينة ليست بظاهرة لكل الناس حتى يتضح العدل ويظهر هذا مما علّل به بعض أهل العلم وهو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذ علّل به وبعضهم علّل بأن ترك قتل بعضهم للفتنة لأنه لو قتله قتل منافق فإن قومه سوف يغضبون له إذا لم تتضح الحقيقة لهم ولهذا لما طاعنا أبي بن أبي سلول عبد الله بن أبي بن أبي سلول رئيس المنافقين في المدينة طاعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم وأثار بين المسلمين نعرات وتهدد الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن يطيعه أناس ما هدد الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل معنى ذلك أن عنده من يأتمر بأمره لو كان هو بمفرده ما هدد هذا التهديث لأن الرجل كان مطاع في قومه وكان مطاع في المدينة بل اتفقوا عليه قبل هجرة الرسول عليه السلام فقد اتفقوا أن يكون متوج على المدينة وكانوا يصنعون له التاج حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فلما جاء الرسول عليه وسلم ما يمكن أن يوضع أمير غير الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول موجود أم فيها نبي تضع لها أمير عليها لا يمكن فهو شرق بهذا الدين لأنه يرى أنه سلبه الزعامة فبقي والعياذ بالله نفسه غير مستقر للوحي مع أنه يتظاهر بأنه يكرم الرسول ويعز الرسول صلى الله عليه وسلم لكن استقل حادثة معينة فقال لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا لأعز منها الأذل وفيها قرآن ولهذا ابنه وكان من عباد الله الصالحين ورجل صالح لما قلعت عليه الآيات غالب على ظنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يقتله فتقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن كنت تريد أن تأمر أحد يقتل أبي فمرني أنا لأنني أخشى أن يقتله غيري ثم تأخذني الحمية فأقتل مسلم بكافر فهذا ولده يشهد أنه كافر يقول فأقتل مسلم بكافر فمرني آتيك برأسه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل نصبر عليه ونتأنى فرجع هذا الولد بسيفه ووقف على باب المدينة فلما جاء والده أن يدخل قال والله ما تدخل حتى يأذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الذليل رضي الله عنه وأرضاه شبه عن قوة إيمان قال والله ما تدخل حتى يأذن لك الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان ولدك هذا موقف فعند ذلك أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالدخول وكان من من طلب أن يقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان بعد ذلك بعد ذلك كان إذا وقع منه شيء مخالف قومه يعنفونه ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر انظر يا عمر يعني لو قتلته في أول الأمر لأرعدت له أنوف فدل على أن تركه هو لمسرحة الإسلام فتركه لمسرحة الإسلام وتركه قتل كافر لمسرحة الإسلام لا إشكال فيه فإن هذا من باب الهدنة التي تحصل بين المسلمين والكفار فإنك قد تكون لا تستطيع على قتل كافر فتتركه لهذه المسرحة تتركه لهذه المسرحة وهذه المسرحة يقدرها أهل الفقه وأهل العلم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى بعض المؤلف قلوبهم توهم دخلوا في الإسلام أعطاهم عطان عظيما جزيلا وترك بعض الصلحاء الفقراء صلحاء فقراء وكلهم إلى إيمانهم لأنه ما أعطى هؤلاء لذواتهم وإنما أعطاهم لمسرحة الإسلام يتألفهم على الإسلام ولأنهم مطاعون في قومهم فهم يأتون بقومهم إلى الإسلام فيكون كون الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتل المنافقين لهذه المصلحة لهذه المصلحة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لو قتلناه بذلك الوقت لأرعدت له أنوف ولهذا قال هنا كان يترك المنافقين أن يفعل بهم ما يستحقونه ومخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من قبيلة المنافق وفي السنة ما يدل على ذلك كما فعل مع ابن أبي وغيره وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق فيكون نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغاث به حماية لجناب التوحيد وسدًا لدرائع الشرك كنظائره مما للمستغاث به قدرة عليه مما كان يستعمل لغة وشرعا مخافة أن يقع من أمته استغاث بمن لا يضر ولا ينفع ولا يسمع ولا يستجيب من الأموات والغائبين والطواغيط والشياطين والأصنام وغير ذلك وقد وقع من هذا الشرك العظيم يقصد الشرك العظيم الاستغاثة بالمخلوقين ما عمت به البلوى حتى إنهم أشركوهم مع الله في ربوبيته وتدبير أمر خلقه كما أشركوهم معه في ألوهيته وعبوديته والوسائل لها حكم الغايات في النهي عنها يقصد أن الاستغاث بالمخلوقين تجاوزت ما كان يفعله المشركون الأوائل فإن المشركين الأوائل كانوا يشركون في الإلهية والعبادة وأما بعض المشركين المعاصرين فإنهم يشركون في الربوبية وفي الألوهية وانظروا إلى الذين يعظمون الأقطاب ويقولون هذا قطب يدور عليه راح الكون قطب يدور عليه راح الكون قالوا نعم هذا يدبر الكون يرونه أنه يدبر الكون ولهذا يقولون الكون يدور على أقطاب أربعة ولهذا تجدون في الأسماء اسم قطب من فين جاءوا باسم قطب؟ منين جاء قطب؟ القطب الذي يدور عليه الرحى منين جاءوا قطب؟ جاءوا بقطب هذا من كلام زنادقة الصوفية الذين يرون أن الأقطاب يدبرون الكون وتدبير الكون هذا ربوبية فالذي يظن أن الله أنه مع الله مدبر الكون هذا ما هو أشرك هذا شركه أعظم من شرك الجاهلية الأولى وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن كونه يظن أن هناك من يدبر الكون مع الله شريك لله بتدبير الكون بل ربما استقل ما رأوا أنه هو الذي يدبر الكون كله والله لا علاقة له به ولهذا يسمونهم أهل الديوان يعني يقولون يجتمعون ويخططون أمر هذا الكون وماذا يصير في الكون إلى غير ذلك من الترهات التي ينشرها بعض زنادقة الصوفية وهذه كتبهم يعني ما أحد يتجنى عليهم هذه كتبهم موجودة لو رجعتم إلى ما يكتبون عن من يسمونه الغوث الغوث والقطب ونحو ذلك لعرفتم ماذا يقصدون بالغوث الغوث يعني يغيث الناس وهو ميت يسمونه غوث معنى ذلك أنه يغيث الناس ويطلب منها الغوث فيسمون شخص بأنه الغوث وشخص بأنه القطب ونحو ذلك من هذه التقدسات الشركية ثم ختم هذا الباب العظيم الذي هو من أعظم الأبواب بمسائل لخصها في هذا كعادته أنه يلخص بعض المسائل فقال المسألة الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص وهذا ظاهر يعني في العنوان لما عنون به الثاني تفسير قوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الثالث أن هذا هو الشرك الأكبر يعني دعاء غير الله عز وجل هو الشرك الأكبر وليس المراد به الشرك الأصغر هو الشرك الأكبر ولهذا يخطي من يقول أن الذين يذبحون للقبور وينذرون لها ويسجدون لها يقول هذا شرك أصغر هذا من الخطأ البين فهذا هو الشرك الأكبر هو الذي كان يفعله المشركون السابقون المسألة الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين يعني أصلح الناس هو الرسول صلى الله عليه وسلم والله حذره لو فعل ذلك فإنه يكون من الظالمين وهو لا يفعل ذلك حشاه لكن أيضا تحذير لأمته وبيان أنه لو وقع فيه الرسول فإن الله لا يعذره فكيف إذا وقع فيه غير الرسول صلى الله عليه وسلم السادس كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا يعني دعاء لموات هو هنا في الحاشية ذكر ذكر بعض ما يحصل من بعض المعاصرين الموجودين فقال كما كما في البردة البردة هذه أي شيء البردة البردة هي قصيدة كتبها شخص في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وترونها تقرأ في الموالد في أكثر الموالد تقرأ هذه القصيدة لأنها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا الذي مدح الرسول صلى الله عليه وسلم تجاوز به منزلة العبودية إلى أن جعله يستغاث به من دون الله عز وجل وهذا من جهله العظيم والعياذ بالله مع أن أراد أن يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله فإنما أنا عبد فهنا يقول يا أكرم الخلق هذه قصيدة اللي يقرونها في الموالد انظروا إلى عباراتها يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي يعني ليس هناك من ألوذ به واللياذ يكون يعني أين الله إذا كان ما تلوذي بالرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لا تلوذ بالله عز وجل بعض من الناس يدافع عن هذا البيت ويقول هو يقصد به الشفاعة فإن الناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة يعني يطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم وفي تلك الحال غير حال الدنيا حال الدنيا هؤلاء أموات في يوم القيامة هؤلاء أحياء فهم يطلبون لهم أن يشفعوا بشروط الشفاعة يعني يستاذنون عند الله عز وجل في يوم القيامة الطلب من الأنبياء لما يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم يذهبون مثل ما كان الصحابة يطلبون من الرسول وهو عندهم في المدينة يقولون يدعو الله لنا استغيث لنا ينزل المطر لأنه حي حاضر ويستطيع أن يطلب من الله يستاذن الله في الشفاعة فإذا أذن له شفع فالصورة مختلفة عن الموجودة الآن لكن أدهى من ذلك مما يدلك على أنه والعياذ بالله ينسب الرزق إلى الله يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك والخطاب للرسول عليه السلام يقول يا أكرم الخلق يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ضرت الدنيا الآخرة هذا الكلام كيف تؤولوا أصلا والعياذ بالله نكتف بما سمعتم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوبنا شكرا